اشتركوا في القناة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كتير لشاروخان انا مع اربع بنات لبسين فستين فرح وده اللي تسبب في موجة كبيرة من التساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعلن شاروخان انا في نفس الفيديو انفصاله عن زوجته وظهر في فيديوهات بطريقة غير مألوفة وهو لابس بدلة الفرح ومعاه اربع فتيات لبسين فستين زفاف بيضة داخل احد الكوفرات بمدينة انا ورجبوا لطفطف بعد كده في جولة في شوارع المدينة واتجهوا لقاعة الافراح اللي قفلت ابوابها بعض دخولهم بس في النهاية طلع الموضوع كله مش حقيقي وده لما كشفت مراسلة موقع الدستوري الاغباري ان القاعة مغلقة وخالية من المعزيم والاهالي وفضلت فضل حد وقت متأخر من نفس الليلة وده اللي اكد عدم صحة كلامه عن الزواج من اربع فتيات دفعة واحدة والمفاجأة الكبيرة اللي كشف عنها مراسل موقع الوطني الاغباري لما قال انه عمل لقاء مع مراد شاروخان انا الاولى واللي هجمته بشكل كبير وقالت انه مش بيعمل حاجة غير انه بيدور على الترند ونفسه يكون من مشاهير السوشيال ميديا زي ما عمل في موضوع انه كان عاوز يروح من انا المصر جاري وبعد كده الموضوع فشل ثان Bourget تان 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 شكرا